الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله العزيز الوهاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي إلى سبيل الحق والصواب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى المآب ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويقول سبحانه وهم في الغرفات آمنون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام إذا لاحظنا في هذه الآيات وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دكرة الغرف الغرف الله سبحانه وتعالى يقول غرفا ويقول رسول صلى الله عليه وسلم الغرف يقول ابن القيم رحمه الله أخبر تعالى أنها غرف فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقة لألا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنية بالعلالي كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا هي المنازل العاليات المرتفعات جدا ساكنين فيها مطمئنين آمنون من المكدرات والمنغصات لما هم فيه من اللذات وأنواع المشتهيات وآمنون من الخروج منها والحزن فيها وآمنون من الآفات كالموت والهرم والمرض والعدو آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه وغير ذلك بإلقاء الأمن في نفوسهم من انقطاع ذلك النعيم ثم يكون النعيم من بعده نعيم ما يجده أهل الغرف يوم المزيد إذن هذه الغرف غرف حقيقية مبنية بالعلالي أعلى شيء في الجنان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وصفها الله سبحانه وتعالى أيضا قبل ذلك لنا هذه الغرف اللي بدخلها بيكون آمن مرتاح ما عنده هم ما عنده شيء يشغل باله الجنة لأنه نعيمها دائم لا يعتري سكانها نصب أو هم أو حزن يتمتعون بما أحل الله تعالى لهم بفضله وكرمه وفيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذن الجنة حقيقية الجنة فيها درجات الجنة فيها غرف ولقد بيّن الله تعالى بفضله الكريم في كتابه العظيم صفات هذه الدار اللي هي الدار الآخرة الجنة حتى يسعى لها المسلمون ليش ربنا سبحانه وتعالى بيّننا إياه ويعني خلانا نشتاق ونتشوق إليها حتى نعمل حتى يسعى لها المسلمون ولقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لصفات الدار حتى نستعين بالرجاء في رحمة الله تعالى حتى نشد حيننا في العمل والسعي إلى هذه الجنة وهذه الدرجات وهذه الغرف اللي تعلوا فوق بعضها البعض ونستعين بالرجاء برجاء رحمة الله سبحانه وتعالى ونقبل على الأعمال الصالحة ونرتوي من ينابيع الخير لكي نسكن في هذه الدار العظيمة ونتنعم بحمد الله تعالى على فضله وكرمه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها دائما وأبدا ندعو لبعضنا البعض وللمسلمين أن نكون من أهل هذه الغرف هي طيب هل بيوت الجنة وغرفها مبني وجاهز يا ترى؟ سؤال ممكن نسأله عن هذه الغرف هل هي مبنية وجاهزة؟ ولا لازم نبنيها؟ العلماء بيقولوا بعض البيوت بل والقصور جاهزة إذن بعض البيوت في الجنة والقصور جاهزة تنتظر سكانها إذن في بعضها بعض البيوت والقصور جاهزة بتستنى فينا إن شاء الله وبعض البيوت يبنيها المؤمن بأعمال يأتي بها في الدنيا إذن في بعضها جاهز بيوت جاهزة وقصور في الجنة وبعضها لازم إحنا نبنيها كيف نبنيها؟ نبنيها بأعمال أعمال لنا نعملها في هذه الدنيا نبني هذه الغرف أو نبني هذه القصور في الجنة وكما نعرف الأحاديث المعروفة لدينا أنه من بنى مسجدا بنى الله له بيتا بالجنة ثم أمور أخرى عن الصابرين وكيف يبني الله سبحانه وتعالى لهم بيوت في الجنة إذن في أعمال تبني لنا بيوت في الجنة وأيضا في بيوت وقصور وغرف تنتظر أصحابها بس يعملوا العمل في الدنيا يدخلوا هذه الدرجات العليا إذن مثل ما قلنا إذن بعض البيوت يبنيها المؤمن بأعمال يأتي بها في الدنيا طيب مدام في أعمال بننا إحنا نعملها حتى نبني بيوتنا إن شاء الله في الجنة وحتى نكون من أهل الغرف فأين المسافرون بقلوبهم إلى الله إذن السفر إلى هذه البيوت لو بدك تروحي أنت على هذا المكان بدك السافري له كيف السافري له؟ ما حتسافري له برجليكي قال يسافر له بالقلوب القلوب المتجهة إلى الله القلوب الصافية القلوب المليئة بالإيمان الطاهرة النقية هذه القلوب هي التي تسافر حتى تصل إلى هذه البيوت إذن أين المسافرون بقلوبهم إلى الله؟ أين المشمرون إلى المنازل الرفيعة والدرجات العالية؟ أين عشاق الجنان وطلاب الآخرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إحنا من المشمرين ونحن من عشاق الجنان ونحن من طلاب الآخرة الذين تنتظرهم هذه المنازل وهذه الدرجات عمر الإنسان أخوات الكريمات في هذه الدنيا محصور درجته في الآخرة مبنية على هذه الأيام إذن هذه الفترة التي أنت محصور فيها في هذه الدنيا رغم أنها فترة قصيرة لكن درجتك في الآخرة مبنية على هذه الأيام على هذه الأيام التي نعيشها في هذه الأرض فإذا قدمت لنفسك صالحا كنت من السعداء وإذا أهملت نفسك في هذه الحياة وفرطت في ساعاتك ندمت في الآخرة نسأل الله العافية والله عز وجل ذكر أنك مرهون في الآخرة بعملك في الدنيا إذن مرهون في الدنيا الآخرة مين بدك تدخل؟ وين درجتك؟ في أي مكان ستكون؟ بناء على عملك في الدنيا ليش؟ لأننا رب العالمين قلنا هذا بلغنا الله سبحانه وتعالى بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إذا الإنسان سعي في هذه الحياة سيؤدي إلى منزلته في الآخرة إن الدنيا دار عمل ليست دار جزاء الدنيا دار عمل ليست دار جزاء الإنسان في حياته الدنيوية حاله كحال إنسان يزرع زرعا ليحصل على ثمر هذا الزرع كذلك الدنيا إذن الدنيا مزرعة الدنيا مزرعة بزرع فيها الإنسان لكن وين الحصاد؟ متى بأخذ الثمار؟ في الآخرة إذن الإنسان حاله في الدنيا كصاحب مزرعة يزرع زرعا ليحصل على ثمر هذا الزرع كذلك هذه الدنيا دار عمل ليحصل منها ثمرة الآخرة فلا ينبغي أن يشبع الإنسان مهما كان عنده من حسنات بل ينبغي أن يزداد من الحسنات جهده إذن لازم نشد يعني كل جهدنا نشمر أكثر وأكثر للعمل مثل المزارع اللي ببذر وبزرع لأنه الدنيا مزرعة الآخرة فإيش بتزرع هنا؟ تحصد في الآخرة فبدك تتخيل حالك في هذه الدنيا كأنك مزارع تحرثي الأرض تنضفيها تزيلي منها الشوائب تزيلي منها الأعشاب الضارة وتزرعي فيها البذر الصالحة وتسقيها بالإيمان تسقيها بالطيب تطعميها من الطعام الطيب عشان تجني الثمار يوم القيامة الثمار شو يوم القيامة؟ أنك تكون من أهل الغرف من أهل الدرجات العلى من أهل الفردوس إن شاء الله نحن والمسلمين أجمعين إذن فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر لازم نفهم هذا الفهم الصحيح الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر الدنيا مركب عبور لا منزل حبور وانبساط إنما للعبور فقط هذه الدنيا الدنيا دار فناء وليست دار بقاء فلابد أن نعي هذه الحقيقة لازم نفهم هذه الحقيقة إن الدنيا دار ممر الدنيا مركب عبور الدنيا دار فناء الآخرة هي دار البقاء الآخرة هي المكان الذي يحصد فيه الإنسان ما زرعوا في هذه الدنيا فلابد من وعي هذه الحقيقة لنستغل وجودنا في هذه الدار ولنزرع هنا ونجني هناك الزرع هنا ونجني هناك عند ربنا رب عظيم سبحانه وتعالى الدنيا لا أهمية لها سوى أنها زاد للآخرة إذن الشيء الوحيد في الدنيا أهميتها أنها زاد للآخرة ومصدر طاقة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذه أهمية الدنيا أهمية الدنيا أنه زاد هي المكان الوحيد اللي بتقدر تزود فيه يعني مثل ما أنت مسافر بتنزلي في ما يسمى عندنا ريست أيريا وإلا مكان عشان توخذ أشياء تزود للطريق وهذه الدنيا سبحان الله كأنها مكان تقف فيه تتزود وبتمشي إلى الآخرة يا ترى ما هي الأعمال التي يستحق أصحابها هذه المكانة التي أعد الله لأصحابها هذه الأعمال لأصحاب هذه الأعمال الغرف إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الغرف بعضها فوق بعض وكيف يتراء بصير منازلها كل واحد له درجة فيها وفي درجة أعلى من درجة هذه الغرف المواصفات الخاصة اللي فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت هذه الغرف لمين كيف نستطيع أن نكون من أهلها إن شاء الله كيف نستطيع أن ندخلها ماذا علينا أن نبذر في هذه الدنيا ما علينا أن نزرع في هذه الدنيا حتى نحصد أن ندخل هذه الغرف أول شيء نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وأول شيء قالوا عن الذي له المنزل العلى يوم يدخل الجنة بسلام قال صلى الله عليه وسلم عن إطعام الطعام إطعام الطعام لما هاجر رسول صلى الله عليه وسلم كان أول خطاب إلو ذكر إطعام الطعام إذ قال في مقدمه للمدينة كما صح عن عبد الله بن السلام رد الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس نذكر الحديث ذكرناه في درس سابق أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخبر صلى الله عليه وسلم أن من خير غرف الجنة وأعلاها تكن لمن قال لمن أطعم الطعام إذن من هذه الغرف الجميل الرائع اللي فيها مصنوعة من اللؤلؤ وغيرها من المرجان هذه الغرف العالية أول يعني أعلاها لمن قال لمن يطعم الطعام فعن أبي مالك الأشعري رد الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ظاهرها من باطنها يعني شوفي شفاف بتقدر شوف اللي جوة واللي برة وباطنها من ظاهرها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفش السلام وصلى بالليل والناس ونيام إذن أول شيء من قال الذي يطعم الطعام بقول العلماء إن الخير يبحث عن بيت يطعم فيه الطعام إذن الخير والبركة كأنه شيء ببحث وبفتش وين فيه بيت بطعم الطعام عشان يدخلوا الخير والبركة إذن البيت اللي بطعم الطعام بكثر فيه الخير وبكثر فيه البركة فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال للخير أسرع إلى البيت الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة إلى سنام البعير يا الله إذن الخير بدخل البيت اللي بطعم الطعام أسرع من إنه يوم السكين تمر على سنام الجمل سنام الجمل مصروعة من الدهن اللية بمعنى كيف بتمر السكين على اللية بسرعة هائلة قال وهكذا الخير التشبيه الخير بدخل البيت والبركة والرحمات تدخل البيت اللي بطعم الطعام أسرع من دخول الشفرة إلى سنام البعير هناك من الطعام ما يكون أحب باء الطعام إلى الله سبحانه وتعالى فعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الطعام إلى الله إيش هو قال ما كثرت عليه الأيدي أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي إنه يوكل الإنسان مع جماعة ما يظل لوحده يوكل أنان بس لنفسه إنما يشارك الغير في الطعام إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام ما عمره أكل طعام لوحده أبدا سيدنا إبراهيم عليه السلام ما أكل طعام لوحده قال مرة فتش يطعمي طعام وما وجد حدا ناس ماكلينه شبعانين وما حدا يشاركه فذهب وأخذ طعامه وجلس أمام بيت نمل وجلس وصار يشارك يأكل ويطعم النمل يشارك نمل الطعام ولا إنه يأكل لوحده إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّننا إنه أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي وروي عن حبان ابن أبي جبلة قال جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسرع صدق تصعد إلى السماء شوف أكثر وحد طعام تصعد إلى السماء أن يصنع الرجل طعاما طيبا أن يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يدعو إليه ناسا من إخوانه إذن هذه الغرف تتحصل عليها بإطعامك الطعام وإطعام الطعام أخواتي ليس قاصرا فقط على أن تطعم المحتاج أو الفقير والمسكين طبعا هذا واجب إطعام المحتاج والفقير والمسكين لازم نطعمهم ولازم نشاركهم ولازم نعطيهم مما أعطانا الله سبحانه وتعالى ومما أطعمنا الله سبحانه وتعالى لكن العبادة هاي إطعام الطعام عبادة أشمل من ذلك أن تصنع الطعام لأصدقائك لأقربائك لجيرانك تصنع الطعام لعيالك للفقراء للأضياف الضيوف للإخوان ونحو ذلك لمجرد ابتغاء وجه الله تعالى بعملك بهذا إذن تتحصل الغرف يوم القيامة إذن صنع الطعام وهدفك لوجه الله سبحانه وتعالى فهذا بإذن الله يصبح سببا في دخولك إلى الغرف الجنة يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها إذن دله على أن صاحب الجود في الإطعام والبذل من عباد الرحمن الأخيار اللي بطعم الطعام من عباد الله الأخيار الآن جاء علينا رمضان إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمني والأمان والسلامة والإسلام هذا يا أخواتي شهر نطعم فيه الطعام يمكن نكون بعيدين عن بعض وما نقدر نكون مجتمعين الأيدي على طعام واحد لكن فرصة أن ترسل ممكن ترسل العشاء إلى أختك إلى عمتك لخالتك لخالتك لجارتك لصديقتك جهزي طعام وترسليه لهم يأكل يمكن في بيتهم لكن تشارك هذه النعمة ويكون الهدف ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى طعام الطعام لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وكم من الناس ما عندهم حدا يرسل لهم ما حدا يطعمهم يعني ذكرت لي إحدى الأخوات مسلمة هي يعني كونفيرت أسلمت فبتقول أصعب وقت علينا إحنا المسلمات اللي اخترنا الإسلام شهر رمضان لأنه لا بنقدر نشارك الأهل ولا معانا حد فنشعر بالوحدة فيريت إحنا نتفقد بعضنا البعض يريت نعرف حد هكذا حاله من المسلمين اللي دخلوا الإسلام أو من الأقارب أو الناس اللي ما لهم حدا ونرسل لهم طعام ونشاركهم حتى هدفنا أنه نرضي الله سبحانه وتعالى ونفوز بالغرف بالجنة يوم القيامة إن شاء الله إذن أول عمل من أعمالنا اللي بنا نعملها حتى نفوز بالغرف اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام عمل آخر بنا نبني قلنا فيه شيء ما بني وموجود وفيه إيش بنا نجهز حالنا إله من أطاب الكلام أطاب الكلام إذن أطعام الطعام ثم أطاب الكلام يمكن سهل على بعض الناس إطعام الطعام وخاصة المسلمين وخاصة العرب عنا كرم بيحبوا المسلمين العرب يطعم الطعام وتلاقيها كريمة وكريم في طعامه وطعامه بخبز وتخبز الخبز يعني عنا حجات من الله يرضى عليهم بخبز الخبز بوزعه بطعمه وهكذا نحب نطعم الطعام طيب الأمر الثاني نلحقه مدام نحب نطعم الطعام وبينا نكون من أهل الغرف لماذا لا نطيب الكلام أطاب الكلام وهذا صعب على كثير من الناس لكن بنا إحنا مدام هدفنا أن نشمر للغرف لهذه المنازل العالية علينا أن نتحمل فيها أطاب الطعام قال الذي لا يأتي على لسانه لسانه الكلمة السيئة لا يعرف الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الخوض في الباطل لسانه أعف ما يكون لا ينطق سوى بالكلمة الطيبة بالدعوة التشجيع ذكر لله سبحانه وتعالى شوفوا لقمان رحمه الله شو بوصي ابنه هالوصية في بيقول لابنه كن أخرس عاقلا ولا تكن نطوقا جاهلا كن أخرس عاقل خيرا من أن تكون نطوق جاهل ناس يوم يحكوا يعني هم ساكتين تقبرني وهي ساكتة أقبرها يوم تحكي يوم تحكي أعوذ بالله من هالكلام البديء وهي ساكتة ما شاء الله عنها فإن يقول له كن أخرس عاقلا ولا تكن نطوقا جاهلا ثم يكمل له ولأن يسيل لعابك على صدرك أنه يبين كأنه أهبل نازل لعاب على صدره وأنت كاف في اللسان عما لا يعنيك أجمل بك وأحسن من أن تجلس إلى قوم فتنطق بما لا يعنيك يعني تكون جالس وساكت والله يكرمك ريالتك نازل على صدرك أحسن وأجمل منك تجلس في مجلس وانت نازل خبص في عراض الناس وكلام غيبة ونميمة بدك الجنة بدك تسكت بدك تضب هذا اللسان وإذا تكلمت أطاب الكلام فهذا الأحنف ومن قيس الأحنف ومن قيس قال جاء رجل يخاصمه جاء واحد يتكاتل معاه وفي ناس هيك بيحبه تأبط شرا يعني من الصبح صبح جاي على باله يعمل مشكلة تدخل عليك جاي تتمشكل يعني في أي كلمة بدها تعلق فيك في ناس هيك بيحبه مثل ما بيقول المثل العامي عنا هذا والله بتكاتل مع الذبان اللي ده اللي واقع عليه فبتكاتل مع أي شيء بده يتخاصم شوف واحد من هذول الذين يحبون الخصام والكلام اللي ما إلو داعي دخل على الأحنف ابن قيس يخاصم فقال يقول له لأن قلت لوحدة لتسمعن عشرة والله إذا حكيت معي كلمة وحدة هحكي عليك عشر كلمات هيك يعني بدأ بهذا الكلام فقال له الأحنف لكنك والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة أنا مش مثلك ما حنجر إلى هذه الأمور التافهة فلو إنت حتى قلت عشرة عني وسبيت علي عشرة ما حتسمع ولا واحدة هو جاي يقول لو إنت سبيت علي واحدة هسيب عليك عشرة قال له لا 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 أفضا لو سبيت انت عشرة ما حتسمع واحدة شوفوا كيف إطفاء نار الفتنة بطفيها ما بيخليها مشعلة أكثر وأكثر مين أنا وليش أنا وأنا يعني ما بسمح لا لا قال له لا حتى لو حكيت عشرة لأنه يريد عنده هدف يشمر لهدف والهدف هو الدرجات العلا في الجنة فلنرطب ألسنتنا بالكلمة الطيبة التي تزيل الجفاء الكلمة الطيبة بتزيل الجفاء بتقرب المسافات الكلمة الطيبة بتكون فلانة بعيدة عنك بالكلمة الطيبة بتكلي المسافة تقرب بينك وبين أختك بينك وبين صديقتك بينك وبين أهلك أن كلمات كلمات كلماتنا أيضا هي التي تغلق أبواب الشر إذا شمرنا للآخرة إذن بدنا نطعم الطعام وبين نطيب الكلام ثم أيضا أمر آخر حتى نكون من أهل الدرجات الصلاة بالليل والناس نيام أي التهجد في جوف الليل حال غفلة الناس واستغراقهم في لذة النوم وذلك هو وقت الصفاء وتنزل الرحمات وفي قيام الليل من الفوائد أنه فوائد قيام الليل يحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق الجاف من الشجرة إذا شجرة عليها ورق جاف وجاء ريح قوي بتكت كل الورق الجاف وكذلك قيام الليل الذنوب ورق جاف ما بننا بننا ورق أخضر علينا فالورق الجاف بتقوم الليل بسقط الذنوب الورق الجاف عنك مثل ما بسقط الورق الجاف عن الشجرة إذا جاء عليها الريح فالريح كمثلي قيام الليل وينور أيضا القبر إذن من فوائده بوقع عنا الذنوب وينور القبر ويحسن الوجه الوجه يكون حسنا ويذهب الكسل وينشط البدن وترى الملائكة موضعه من السماء كما يترى الكوكب الدري لنا من السماء إذن نشوف موضعنا الملائكة بتعرف وين هذا قائم الليل سيكون مكانه في الجنة قال كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه لأنه بعرف فضل قيام الليل يتقلب عليه يتقلب على فراشه بمنزلة القمح في المقلاة كيف لو بتحط حبة قمح في المقلاة وبدك بصير تتحرك من مكان لمكان مثل لو حبة البوبكورن الدرة حطتيها بيدك أيضا نفس الشيء بصير تقفز من مكان لمكان هو كان عندما يدخل فراشه بصير يتقلب مثل الحب في المقلاة يتقلب بمنزلة القمح في المقلاة على النار ويقول اللهم إن النار قد أذهبت عني النوم ثم يقوم يصلي إلى الفجر إذن يظل يتقلب يتقلب حتى يقوم يصلي قيام الليل إلى الفجر من معرفته بفضل قيام الليل فضل الصلاة والناس نيام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث كذب من ادعى محبتي فإذا جنى الليل نام عني اللي بحكي بحب رب العالمين وبحب الله سبحانه وتعالى حب شديد قال لما ييجي الليل بنام هذا يعني مش صادق كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني يا خواتي لو قيل إننا إحنا الآن إنه جاي المسؤول الفلاني نفترض إحنا في هنا في هذا البلد قالوا إنه في واحد جاي من دائرة الهجرة من الاميغريشن أو دائرة العمل وجاي هذا بدي يسمع شو مشاكلنا وبيدي يحللنا كل مشاكلنا بده واحد جاي بدي يوزع علينا قروض ويشوف شو مشاكلنا المالية وجاي من مزارة العمل ولا وزارة المالية وجاي يعطينا أو يسمع منا ثم بعد ما يسمع يحل كل هذه المشاكل لو سمعنا هذا إنه جايينا هذا الكل بدي يعرف أي وقت جاي وماخذين معانا الأوراق وبعضنا لابس ومتهندز ولابس اللباس الطيب الجميل ورايحين محضرين حاننا قبل اللقاء عشان نطلب طلباتنا ونشرح شو اللي بنا فإذا رب العالمين بقول لك إنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وبقول نطلبه سبحانه وتعالى وإن إحنا المفضوظ نكون جاهزين جاهزين بطلباتنا جاهزين بالحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى جاهزين بالذكر جاهزين في قيام الليل حتى نتحدث إلى الله سبحانه وتعالى ونقدم الطلبات إلى الله سبحانه وتعالى فالله يعاتبنا في هذا العتاب كذب من ادعى محبتي فإذا جنى الليل نام عن عيني فيقول ابن القيم الجوزي الناس اللي فهمانين هذا الكلام فهمانين هذه المعاتبة اللي ربنا بعاتبنا يلي بتدعوه الحب فبقول هؤلاء بس يعرف أنه ربنا بعاتبهم حلفت أجفانهم على جفاء النوم أجفانهم ما بتقدر تنام لأنها بدها تقابل لله سبحانه وتعالى لأنهم يقولوا أنهم يحبوا الله سبحانه وتعالى إذن ستتجافى الجنوب عن المضاجع وتقوم إلى الله سبحانه وتعالى في قيام الليل يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله إذا استعجلت في صلاتك بدك تصلي صلاة قيام الليل والتهجد بك تكون مركز فيها شوي لكن إذا استعجلت في صلاتك بدك سهل خلصي يقول إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه تذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته اللي كل اللي خايف فواته يروح عليك بيد من وقفت أمامه وإنت واقف في الصلاة إذا بدك تستعجل في صلاتك عشان تلحق شيء ذكر أنه اللي أنت بدك تلحقه بيد اللي أنت واقف أمامه بيد الله سبحانه وتعالى أيضا قيام الليل مش لكل الناس لأنه إحنا بنعرف وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات ذلك اللي كانوا يجوا يشكل على العلماء يقولوا أنا مش قادر أقوم الليل بجهز حالي لقيام الليل لكن ما أستطيع قيام الليل فيقول له كبلتك ذنوب أنت شو لسبب ذنوبك الذنوب هذه الربطتك لو ما في ذنوب كان أنت قمت واستطعت أن تقوم إذن يوم شوف حالك مكسل عن قيام الليل اعرف أنه في ذنوب مربطيتك ليش؟ لأنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر برضو عن الفحشاء ولذلك قال بعضهم كم من أكل منعت قيام الليل أكل فيها حرام منعت الإنسان من قيام الليل وكم من نظرة منعت قراءة سورة كم من أكل ذكري كم من أكل شيء عمله أو أكل الإنسان من حرام منعت قيام قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة وإن العبد لا يأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة يا الله بنحرم من قيام الليل يحرم من قيام الليل بسبب ماذا؟ بسبب ذنبه لأنه المنكر ينهى عن الصلاة ليش ماقول يعني إيش معنى الشيطان الشيطان اللي بنهاك عن الصلاة والشيطان اللي بأمرك بالمنكر وينهاك إنك تصلي فيضيع عليك صلاتك إذن بدنا نقوم الليل حتى نكون من أهل الغرف من أهل الجنان من أهل الدرجات العلام طب قيام الليل متى وقته؟ وقته من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر ويحسب متى الثلث الأخير من الليل؟ الثلث من الأخير من الليل هكذا يحسب تحسبي كم ساعة من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر وبتقسميها على ثلاثة مثال الآن المغرب على السبعة صلاة الفجر خلينا نقول على الستة هي ستة اللاربع نقول ستة ففي 11 ساعة من المغرب إلى الفجر 11 ساعة تقسيم ثلاثة عشان نساوي ثلاث أثلاث ثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث من الليل ثلث الأخير من الليل فبطلع 3.6 يعني خلينا نقول ثلاث ساعات ونص كل ثلث ثلاث ساعات ونص إذن الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بثلاث ساعات ونص إلى وقت الفجر إذن وقت المغرب إلى الفجر على تقسيم ثلاثة وهكذا طيب كيف تصلى قيام الليل تصلى مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين وبعدين تسليم هل يجوز لي أن أقرأ من القرآن الكريم هو دائما والأحسن الأفضل لأن الإنسان يكون حافظ ويقرأ من ذاكرته لكن يجوز القراءة في النوافل من القرآن الكريم يعني تمسك القرآن وتقرأ منه طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم واقف فهل يستطيع أن يصلي قيام الليل جالس نعم يستطيع طيب واحد تستطيع لكنها صلت جالسة مأجورة لكن نص الأجر مدامها تستطيع طيب اللي نوت تصلي قيام الليل وما صحت شو لها أجر نعم لها أجر لأنه مدامت نوت إن شاء الله ربنا يكتب لها الأجر على قيام الليل وهذا النوم اللي نامتها صدقة من الله عليها أول ما يصحى الإنسان من النوم بيستعيد بالله من الشيطان الرجيم بيسمي الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى يحمد الله أنه أيقظه رب العالمين يقرأ الآيات الأخيرة من آل عمران ثم بعد ذلك بيقوم بتوضى يستاكل فرش سنانه ينظف فمه هذا المكان مجرى القرآن الكريم ثم يفتتح بركعتين خفيفتين الركعتين الأولانيتين ما يطول فيهم عشان يتنشط أكثر وأكثر ثم يستمر عددها ما إلها حد لكن على الغالب هي بين 11 و13 ركعة بمعنى ركعتين 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 ثم تختمي بالوتر تختمي بركعة الوتر طيب أنا صليت العشة وصليت الوتر والآن صحيت في الليل وحاب أصلي قيام الليل بقدر أصلي قيام الليل رغم أني صليت الوتر قبل منام نعم تصلي قيام الليل لكن لا توتري مرة ثانية خلص أوترتي في أول الليل فلا وثراني في ليلة فيجوز لك أن تصلي تبقي تصلي حتى قبل الفجر بشوي ثم تتوقفي القيام في الصلاة والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى بين الركعات إذن قيام الليل أمر آخر بأننا عشان نكون من أهل الغرف إن شاء الله من أهل الجنان تكون لهم من آمن وعامل صالحا الإيمان لحاله مهم جدا الإيمان مهم والعمل الصالح مهم لكن واحد لوحده ما بكفي لازم إيمان وعمل صالح فإذا جاءت واحدة وقالت أنا إيماني بالقلب لكنها لا بدها تصلي ولا بدها تصوم ولا بدها تحجب ولا تقول إيماني عندي إيمان بوزع الدنيا الله يبارك لك بس ما بنفع لازم الإيمان والعمل الصالح الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار إذن رب العالمين يعطينا الغرف بسبب أننا آمننا وعملنا الصالحات أيضا الغرف هذه لمن؟ لعباد الرحمن من عباد الرحمن الذين يأتون بهذه الخصال؟ التواضع إلهم الغرف في الجنة الحلم الحلم اللي هم ناس عندهم يعني بصبروا على الناس بطولوا بالهم على الناس التهجد الخوف من الله ترك الإسراف ترك الإقتار اللي هو البخل التنزه عن الشرك ترك الزنا ترك قتل النفس التوبة ترك الكذب العفو عن المسيء قبول دعوة الحق إظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء لصبرهم على كحب حشوهاواتهم لأجل إقامة شرائع الإسلام وصبرهم على مشقة الطاعات ومنعرف كلهم هذولا مذكرين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون تعرفوا تكملة الآية فيها كل الصفات اللي الله سبحانه وتعالى يقول في آخرها إنه من هؤلاء هم الذين يزون الغرفة بما صبروا هؤلاء الله سبحانه وتعالى يجزيهم الغرف اللي ذكرنا وصفها في بداية الدرس أيضا أخواتي إذا بدك غرف في الجنة على أعمدة عليك أن تجعلي علاقاتك الاجتماعية حب في الله علاقتنا مع بعضنا البعض نحب بعض لله سبحانه وتعالى مش بس للقرابة ومش لأننا أهل بلد ومش لأنه جلدنا لونه هذا وجلدنا لونه هذا إنما نحب بعضنا لله وفي الله علاقتنا الاجتماعية تشوفي في إذا أنا عندي فرح ولا عندي عزومة ولا عندي عقيقة عندي شيء معين كل الألوان موجودة في عندي كل الأشكال كل البلاد ليش؟ لأنه جامعيتنا الأخوة في الله هذا المقياس المقياس المؤمن اللي بده الدرجة العليا في الجنة وبده الفردوس الأعلى وبدنا الغرف وبدنا القصور اللي الله سبحانه وتعالى أنشأها لنا في الجنان بده يكون علاقاتنا حب في الله متحابين في الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لعمدا من ياقوت عمدان من ياقوت عليها غرف من زبرجد يا سلام مناظر رائعة جدا لها أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري يعني إذا حاطت أنت ضو قوي في البيت تشعر أنه كل البيت يعني فجد وإضاءة كيف أنه هذا مثل الكوكب شايف كأنك جايب نجم من السماء وحطيته في داخل هذا البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسكن قالوا يا رسول الله من يسكنها من اللي ساكن فيها هذولا اللي أبراج يعني كأنه أعمد أبراج عليها قصور من المجوهرات والذهب وغيرها كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله نسأل الله أنه يكون لقاءنا هذا يضمهم هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن متجالسون في الله وسبب جلوسك أمام هذا الدرس أنه بدك الأجر العظيم من الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم متجالسون بالله ونكون متحابون بالله ونكون متلاقون في الله هذه اللقاءات ما تضيعيها أبدا هذه اللقاءات أبدا ما تضيعيها حطيها بالك حطيها على التذكير حطيها على تلفونك على التذكير يذكرك أن الساعة الفلانية في عندي لقاء لقاء حتى إن شاء الله ربنا يعطيني الغرف في الجنان أجلس مع ناس ولو إنا الآن متباعدين لكن إن شاء الله بقلوبنا جالسين مع بعض حتى نكون من أهل الجنان أيضا إذا بدنا أن نكون من هؤلاء علينا كما ذكر رسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وأدام الصيام أدام الصيام ما انقطع عن الصيام ما صيامه كان بس في رمضان وبس ما في أي علاقة إليه بالصيام إنما هذا الذي يحرص على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ثلاثة أيام من كل شهر عربي ثلاثة عشر واربعتاش وخمستعشر ولو كان عنده قوة يصوم صيام داود شو صيام داود عليه السلام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما اللي فيه حيل شدة وبستطيع يفعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأجر الأجر العظيم يوم القيامة لماذا؟ لأن الصيام من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له إذن الصيام فقال شوفوا بعد ما سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا يعني ما يشوفه تعرفوا يوم الواحد يوقد كانوا يوقدوا على الفحم يطبخوا في النهار أبدا ما في عندهم نار دائما في الليل دائما صايمين إلا إذا نزل بهم ضيف إذا نزل فيهم ضيف عند ذلك تري النار أو الدخان في بيوتهم إذن أخواتي الصيام الصيام الآن إحنا إن شاء الله مقبلين على رمضان في ناس مننا ما صام ما صام لسبب إما مرض أو سفر أو ولادة أو رضاعة لبعض النساء لكن الآن ما بقي إلا ثلاث أسابيع على رمضان ما علينا اللي بيستطيع في هذه الأيام بسرعة حاولي اقضي اقضي الأيام اللي عليك بعض الأخوات بقولين يعني بقدر أطلع فلوس عن الأيام اللي أفطرتها القضاء في سبحان الله اللي بفطر في رمضان على قسمين ناس بفدوا وناس بقدوا وناس على ثلاث أقصد حتى بقدوا بفدوا بدفعوا كفارة يعني اللي بقدوا كل إنسان أفطر في رمضان لسبب عارض سبب مؤقت فإذا انتهى السبب عليه قضاء يعني ما بنفع إلا لازم يقضي هذه الأيام اللي بيفوتوا الصيام لسبب عارض انتهى ينتهي فمعه من رمضان لرمضان يقضي هذه الأيام في ناس عليهم كفارة اللي هم يدفعوا وهنا يعني المقرر احنا عنا تقريبا عشر دولارات عن اليوم الواحد فبدوا عن كل يوم يفدي يدفع عشر دولارات من هو هذا اللي عليه كفارة كفارة الصيام اللي عنده مرض سبب السبب والسبب لا ينتهي السبب لا ينتهي بعد رمضان إذن الفريق الأول انه سبب عارض وينتهي إما سفر ورجع المسافر حامل وولدت كانت تردع والآن ما بتردع أو كانت يعتمد عليها الطفل الصغير الآن ما بيعتمد عليها بوكل وبشرب فهذا مختلف الأمر في الإفطار والصيام هذا اللي عليهم قضاء أما اللي عنده مثلا مرض مزمن ولا يستطيع أنه يصوم فهذا عليه كفارة طيب فيه فريق من الناس عليهم قضاء لكنهم تكاسلوا وما قضوا تكاسلت وما قضت العلماء على الغالب الراجح أنه بقول هذه اللي تكاسلت وما قضت عليها الثمتين تقضي لسه وعليها كفارة الكفارة مثل العقوبة يعني على أنه هي كسلا مش بسبب أخرت الصيام إذن بنا اللي ما صامت تصوم وتقضي إذا كانت كسلا ما صامت وما قضت قصدي فعليها الكفارة وعليها الصوم مثل ما قلنا القضاء فالصوم عبادة عظيمة الصوم عبادة ليس بالسهل الإنسان أنه يعني تلكيها يعني ما مهتم في القضاء القضاء نفس الصيام في ناس بيقولك مستحيل أفتر في رمضان ورمضان طيب والقضاء ما هو نفس الشيء لأنك أنت لسه ما قضيت الأيام اللي عليك في رمضان طيب هل بقى استطيع أصوم يعني صيام بعض الأيام وأنويها في الجهتين قضاء وغير قضاء مثل نافلة يعني لا مثل الستة من شوال مثلا نفترض بقدر أعتبرها ستة من شوال وأعتبرها قضاء على القول الراجح أنا مننقل أقوال العلماء أنه القضاء لازم يفرد القضاء يفرد بالنية أما النوافل فيجوز جمع النية فيها القضاء يفرد في النية طيب هل أستطيع أن أصوم نافلة بعد رمضان وأخر القضاء أيضا العلماء بقولوا نعم معاك خلال السنة أن تقضي الأيام اللي عليك لكنه يجوز لك أن تتنفلي حتى يأتي رمضان القادم إذن أخوات الكريمات الصلاة الأولا إطعام الطعام إطعام الطعام الآن يعني عندنا حقيقة أن بعض المسلمين ما عندهم طعام يأكلون ما عندهم الطعام فبننا نشاركهم بالطعام حتى في ليس في هنا في بلاد أخرى بلاد أخرى فإحنا لازم نتقل الله سبحانه وتعالى بمن نسمع أخبارهم وهم جياع فنطعمهم إطعام الطعام إطعام الطعام للمحتاجين وإطعام الطعام للأرحام إطعام الطعام للأصدقاء إطعام الطعام مثل بعض الناس يفكر أنه يعني تفطير الصائم الآن أجر تفطير الصائم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى بصير لك مثل أجره يوم تفطر صائم يعني المغرب مش تفطره في النهار تفطر صائم فإلك مثل أجره إذا كنت مخلص لله سبحانه وتعالى وتفطير الصائم الطعمي طعمي من طعامك تحضر له طعام لذيذ كان بعض العلماء من السلف الصالح كان يقول لأهله اصنعوا لي هذا الطعام يكون من ألذ الأطعمة وبدوا جهد هذا الطعام والمواد غالية جدا يعني بدوا ينحط فيه عسل وبدوا ينحط فيه شيء يعني كل المواد كلها غالية فيأتي بها وقلهم اصنعوا لي يعني مشتهي جاي على بالي فعندما يصنعوا ويجهزوا يوزعوا ويطعموا إلى الفقراء يعني مما تحب وتشتهي انت تحب تطعم غيرك من هذا الطعام فألذ ما عندك وأطيب ما عندك تطعمه إلى الناس فهكذا المؤمن الذي يحب أن يطعم الطعام للمحتاج وغير المحتاج طيب هل يجوز لي أن أطعم الطعام لغير المسلم؟ نعم يجوز هل يجوز لي أن أطعم حتى أكرمكم الله الحيوانات؟ نعم أطعم الحيوانات لك أجر وفي كل كبد الرطب؟ أجر نحنا كنا بنعرف قصة المرأة التي دخلت النار في هرة في قطة والتي دخلت الجنة أو دخل الجنة بسقاية الكلب فعشان هيك أخواتي نحن نكون كمسلمين رحيمين حتى بالحيوانات بالطيور بالإنسان بأنفسنا أولا وبمن حولنا رحماء فيما بيننا هكذا المسلم أخلاقه عالية لأنه يتطلع إلى السماء يتطلع إلى الآخرة يشمر إلى الآخرة بدل أجر من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كلنا نشتهد في هذه الأخلاق من قيام الليل من إطعام الطعام من أن يكون لينين الكلام طيبي الكلام من الإيمان والعمل الصالح من ترك الحرام والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتحاب في الله وإدامة الصيام لعل الله سبحانه وتعالى ينظر لنا بعين الرحمة والغفران اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا لا تصرف وجهك عنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين وانثر العافية في قلوب بأجسادهم يا من تعيد للمرضى صحتهم وتستجيب أدعية البائسين اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسألك أن تجيرنا من النار وأن تجعلنا من عبادك الأبرار وأن تسكننا الجنة مع عبادك المصطفين الأخيار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بارك الله فيكم لا تنسوا درس الشيخ جمال إن شاء الله على السابعة والربع الليلة السلام عليكم ورحمة الله شكرا